أربعة أنظمة عربية سقطت حتى الآن منذ اندلاع ثورات الربيع العربي حملت بين طياتها أرقاما متشابهة وأخرى متباينة لكنها في النهاية جاءت بنتيجة واحدة الثورة التونسية الشرارة الأولى للربيع العربي أغصي فيها الرئيس بن علي خلال 29 يوما فقط بينما تعتبر الثورة المصرية الأسرع بـ 18 يوما تنحى بعدها الرئيس مبارك عن الحكم أما عمر الثورة الليبية فحق زيادة ملحوظة بستة شهور دموية شهدت أيضا نغلة نوعية من سلمية الثورة إلى عسكرتها فيما بلق عمر الربيع في اليمن زهاء العام لكن يعتبر المشهد السوري الأطول عمرا حتى الآن مقتربا من حاجز العامين الثورة التونسية كانت الأقل دموية بينما ارتفع عدد الضحايا في الثورة المصرية فيما زاد مؤشر القتلى نسبيا في اليمن لكنه ارتفع بقوة في ليبيا بينما مسلسل الدم ما زال مستمرا في سوريا لا رئاسة مدى الحياة لا رئاسة مدى الحياة تسعة أيام فقط فصلت ما بين هروب بن علي وانطلاق الثورة المصرية إلا أن صغوط مبارك كان ملهما لاندلاع ثلاث ثورات انتباع الأولى في اليوم ذاته في اليمن والثانية بعد أربعة أيام في ليبيا في من دلعت الثورة السورية بعد أربعة وثلاثين يوما من سقوط مبارك قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية الربيع العربي أنهى رئاسات استمرت سنوات طويلة أقلها زين العابدين بن علي هروبا بعد أربعة وعشرين عاما من الحكم عن عمر يناهز أربعة وسبعين عاما فيما آل مصير مبارك أربعة وثمانين عاما إلى السجن بعد ثلاثين عاما في الحكم والعدد نفسه مع علي صالح ذي تسعة وستين عاما الذي تنازل بعد مبادرة خليجية أما زعيم الليبي سبعون عاما أقدم حكام الأرض وقتها فانتهى حكمه بعد واحد واربعين عاما بينما الرئيس بشار الأسد سبعة واربعون عاما ما زال يحكم منذ اثنين عشر عاما في وقت تتصاعد الثورة في بلاده الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام عبارة رددها المتظاهرون العرب كل في ربيعة كان شرارتها الأولى بن علي بينما محورها مبارك فيما وجد المشهد في ليبيا وسوريا طريقه إلى الرصاص في التغيير راشد الإيد العربية